السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة حلقتنا النهاردة يا جماعة عن اغلاق مدونات بلوجر الموضوع بقى شائع جدا ومنتشر الفترة الاخيرة لدرجة ان من شهرين ولحد النهاردة بنستقبل رسائل فيها اغلاق مدونات الموضوع بيكون بالشكل ده بيجي لك الرسالة ملاحظة تم قفل هذه المدونة تمت ازالة هذه المدونة بسبب مخلفات ارشادات المنتدى طبعا الموضوع ده لأسباب وحلول وسواء انت المدونة بتاعتك تقفلت او ما تقفلتش لازم تتابع الفيديو ده من البداية للنهاية عشان تعرف الاسباب وتعرف الحلول الاستباقية اللي هي الوقاية من الموضوع ده قبل ما يحصل هنبدأ نخش في التفاصيل طبعا اللي بيجي له الرسالة دي وبيشوفها بيقول انا ما عملتش اي حاجة اول ما بيشوفها على طول بيخش المدونة بتاعته بيشوف الرسالة دي بيقول انا ما عملتش حاجة والرسالة دي جات لي من غير اي اسباب طب الاسباب موجودة وهتعرفها دلوقتي بالنسبة لنا لو جينا دخلنا على جوجل وكتبنا كلمة سياسة المحتوى على بلوجر اكتب بس الكلمة دي في بحث جوجل هيطلع لك اول موقع الموقع الاول ده اختار وافتحه هيفتح لك بالشكل ده كده الشكل اللي المفتوح قدامك ده هي دي سياسة محتوى بلوجر سياسة المحتوى في بلوجر لازم تكون انت مراعيها مية في المية في الموقع بتاعك ولو انت بدأت تحيد عنها هيبدأ المدوانة بتاعتك تتقفل وطبعا من غير سابق انظار زي ما انت شفت قبل كده بمعنى ان السياسة محتوى بلوجر هي الاساس في موضوع الكتاب عندك في الموقع عندك او النشر لازم انك تبص عليها وتقرأ كل الموجود كل الموجود جواها علشان تبعد عن المحتويات المكتوبة قدامك دي طبعا الانشطة الخطيرة وغير القانونية التحرش كلام يحض على القرارية انت حل الهوية والمحتوى المضلل وحاجات كتيرة جدا طبعا هتقدل تقرأ اكتر من 14 او 15 حاجة تمام فسياسة المحتوى في بلوجر لابد تشوفها كويس جدا وتعرف انت موقعك مخالف لها ولا لا وكمان في حاجات في وسط السطور لازم تشوفها وتقرأها المحتوى الغير مرغوب فيه وتعرف ايه هو وده اصلا بيكون السبب في ان مدوانة تكمل اساس ما بتتقبلش اصلا في جوجل ناس كتير يعني مش بتقرأ قراءة جرنان كده وخلاص لا بص على بين السطور واعرف معنى الكلام المكتوب علشان تبعد عنه انت في التدوين بالصفة عامة في المدوانة بتاعتك وفي النشر خلاص دي الصفحة الاساسية دي لازم تشوفها وتشوف ايه المحتويات المخالفة والمحتويات المخالفة دي هي المكتوبة قدامك كلها في الصفحة دي هسيب لك رابط موجود في الوصف تحت الفيديو يدخلك على الصفحة دي لو انت معرفتش تجيبها من سياسة المحتوى بلوجر في بحث جوجل خلاص ده اول حاجة اه حل استباقي او الوقاية خير من العلاج زي ما احنا بنقول لازم تشوف الحاجات دي كلها والطبقها وتمشي عليها دي النقطة الاولى والنقطة التانية بيكون السبب من اسباب اغلاق المدونات وظهور الرسالة دي ان المدوانة بتاعتك بيكون مخالفة وفي نفس الوقت في جزئية انه صاحب المدوانة اقل من 18 سنة يعني الفتح حساب الجميل اللي فتح حساب الجميل بنسميه حساب مدار حساب مدار يعني ايه يعني اللي انشئ حساب الجميل هو سنه اقل من 18 سنة وحط البيانات دي برضو في حساب الجميل بتاعه فاصبح ده حساب مدار طبعا اي خطأ او اي غلطة بسيطة ولو حتى بسيطة بتتقفل المدوانة وبتجيلك الرسالة بالشكل ده يبقى اول حاجة زي ما اتفقنا السياسة المحتوى في بلوجر لازم تكون متوافق معها وما تبعدش ولا تحيد عنها ما تحيدش ابدا عن سياسة المحتوى الخاصة في بلوجر واللي هي منصصة عليها في الشكل اللي قدامك ده والحاجة التانية الحساب المدار اللي احنا اتفقنا عليه تمام طب ايه الحلول بقى بعد ما المشكلة دي تحصل مبدئيا عشان تبقى عارف اللي حصل معك ده حصل بسبب ابلاغ من خلال الرابط ده يا اما ابلاغ يا اما البوت نفسه اللي هو خاص بجوجل اللي كشف المقال المخالف بتاعك الابلاغ ده بيجي الشخص كده بيضغط هنا كده بيظهر له النموذج اللي يظهر قدامك ده بيعمل ابلاغ عن المحتوى سواء المحتوى ده انت عامله اة او سرقه او نسه او المحتوى ده خاص باااا واه مثلا دورة مجانية وانت حطتها مدفوعة دورة مدفوعة وانت خدتها احطتها في الموقع عندك مجانية الكلام ده كله برضو بيكون من خلال الابلاغ عن المحتوى ده اول محتوى ده كلها برضو لو انت مخالف بيجي واحد يعمل ابلاغ عنك فيبدأ يتعمل المراجعة كاملة للموقع بتاعك من خلال جوجل نفسها من خلال جوجل جوجل نفسها بتبدأ تراجع الموقع بتاعك وتعرف ان ازا كان ده مخالف ولا لأ وبعض الفحص ازا اتضح انه فعلا موقعك مخالف بيتم قفل الموقع او المدونة وبيجي لك الرسالة دي. ففي الاساس لو حتى بلغ عنك حد مفيش مشكلة لو انت سليم والمحتوى بتاعك متوافق مع السياسات ما عندكش اي مشاكل خلص وما تخافش من اي حاجة. لكن انت لو لقيت في مقالات مخالفة امسحها بسرعة جدا لان ممكن اي حد يبلغ عنك في اي لحظة. ودي نقطة. والنقطة التانية ممكن روبوتات جوجل نفسها وهي بتعمل فحص للمدونة بتاعتك. بشكل دوري. تعرف ان المدونة بتاعتك مخالفة للسياسات. فتبدأ تمسحها من غير سابق انظار. زي ما الناس بتقول. هو من غير سابق من غير سابق انظار اه. لكن في الاساس بيكون انت مخالف. وانت عارف انك مخالف. عامل مقالات فيها هكر فيها تحميل العاب مدفوعة فيها تحكير فيها كلام مين ده. اه دم اه كلام يحض على الكراهية. انت حال هوية. برامج درة فيروسات. كل المحتوى المضلل كل شيء انت بتعمله في الموقع بتاعك وعارف ان هو مخالف. اعرف في اي لحظة من اللحظات انها مدونتك تتقفل. طب يعمل حاج هو كده معنى كلام ده ان بلوجر اي كلام وورد بريس احسن منها ومش يتقفل مدونة في وورد بريس. لأ مين قال لك ان المدونة بتاعتك مش تتقفل في وورد بريس. وورد بريس منصة تدوين زيها زي بلوجر وفيها ابلاغات برضو. ممكن المدونة بتاعتك تقفل في اي لحظة. وكمان غير لما غير موضوع ابلاغات وورد بريس الاستضافات نفسها ممكن لو اي حد بلغ برضو من خلال الاستضافة نفسها يقفلوا لك موقعك لو انت مخالف فعليا. الموضوع يعني مش واقف على بلوجر بس. وانه انه بتعمل كده هي بتحسن من محتواها علشان ما يبقاش عندها محتويات اه درب اشخاص او كلام من ده. فده حقها. ده جزء. والحاجة التانية لو انت موقعك في اي مكان وعلى اي اصدافة معرض برضو ان هو يتقفل. طبعا مش يجيلك الرسالة دي بس هيتقفل يعني ايه بابلاغات بطريقة معينة هيتقفل. فانت لازم تبقى ماشي شرعي وتكتب بشكل كويس وتبعد عن الحاجات المخالفة للسياسات. دي الوقاية خير من العلاج زي ما اتفقنا. فاحنا لو اتفقنا ان الموضوع لو لقصناه هنقول اسباب قفل المدونة هيبقى في سببين. السبب الرئيسي اللي هو زي ما اتفقنا بيكون تم انشاء المدونة بسبب حساب بوسطة حساب مدار. اللي هو حساب مدار اللي هو اقل من تمنتشر سنة. والحاجة التانية بسبب انتهاج سياسة المحتوى. اللي احنا لسه قيلين عليها من شوية. محتوى للبلغين اللي اعتددها الجنسي. المنشطة الخطيرة. التحرش والتسلط. كلام يحض على القراهية. انتحال الهوية. البرامج الضارة. المحتوى الضار. المحتوى المضلل والصور الفاضحة. المعلومات الشخصية والسرية. ماشي كل الحاجات دي وتشوفها الاخر هي دي الاسباب. طيب الحلول. الحلول بكل بساطة يعني هي حلول مش للمشكلة نفسها. انت ممكن تعمل ايه? حلول استباقية. هتيجي على المدونة بتاعتك كده. مبدئيا في نقطة صغيرة كمان برضو حاجة بنوها لها. اللي هي بالنسبة للحلول برضو. في اه كلمة طلب اعادة النظر. من نموذج نفسه. بيقولك ازا اردت طلب اجراء مراجعة المدونة انكر على طلب مراجعة. ان سيتم حسف المدونة نهائيا خلال تسعة وتمانين يوم. فانت لو لو ضغطت على اه طلب مراجعة وما عندكش انت يعني متأكد انك ما عندكش مشاكل. هو ده كان حصل بسبب خطأ معين. فاعمل طلب مراجعة. لو انت عارف انك مخالف خلاص. ما تخش على طلب مراجعة. ودور بقى على الحاجات اللي احنا بنقول عليها دلوقتي. ودي استباقية زي ما قلنا مش حال المشكلة. لا ده قبل بتمنح حدوث المشكلة. بتيجي على المدونة بتاعتك كده. وبتيجي على كلمة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المحتوى. تضغط عليها. وتعمل تنزيل. دي اول نقطة. ده محتوى مدونة تكبل كامل. عشان هتركبها المدونة تانية لو حصلت المشكلة. يبقى كده ده اول حاجة نشوفها كده. ده ملف نزل لك اهو. ده الملف الاول. هعمل كده جديد واسميه. هسميه نسخة احتياطية من المدونة. تمام? الكلام ده تعمله امتى? الكلام ده هتعمله كل اسبوعين او كل اسبوع على حسب رغبتك انت. ده اول شي. خدت الملف الاول والملف ده بتاريخ اه تلاتين واحد عشرين اثنين وعشرين. والملف ده لما خدته ده نسخة احتياطية من المحتوى بتاع مدونة تربيل كامل اللي هي المقالات. هاجي برضو على المظهر هنا كده برضو واعمل حفظ. الاحتفاظ بنسخة احتياطية. لازم تعمل خطوتين دول. ليه? الخطوة تغطين دول كل فترة. بيغنوك على ان انت هترجع المدونة انت ممكن ترجعها بكل بساطة تنشئ مدونة جديدة تحط عليها كل شيء. وتحط الدمين بتاعك كمان وتحط القالب وتحط المحتوى. تعبس كده. بالنسبة لك اهو. كده معاك المقالات بالكامل ومعاك السيم او القالب بتاع المدونة بتاعتك. على بلوجر. يبقى كده الاتنين دول دول اهم شيء. يعتبر هما كل حاجة. كل حاجة في بلوجر هما اللي قدامك دول. وبكده هيبقى انت خط نسخة من المدونة بالكامل وتعينها في اي مكان عندك على الجهاز بحيث ان انت تترجعها لو المدونة تحزفت بالشكل ده. لو المدونة تحزفت بالشكل ده هترجع القالب وهترجع المقالات وهترجع الدومين عليهم وتشغلها تاني وهتشتغل معك ما فيش مشاكل. بس هيبقى في مشكلة بالنسبة لك تمسح المحتوى المخالف زي ما اتفقنا. والمحتوى المخالف هو المحتوى ده. اللي هسيبه لك في رابط تحت الفيديو. هتخش عليه وتشوف المحتوى المخالفة كلها. وللمفروض انت تمسحها من المدونة بتاعتك. وما توصلش لها اصلا. يعني عشان تحمي نفسك من المشاكل دي. ما توصلش انك تكتب في المحتويات دي. خلاص. عارف ان الحلقة تولد منها شوية لكن كان حاجة اساسية ومهمة جدا لدرجة ان احنا بقلنا شهرين والحد النهاردة بنستقبل رسائل من اصدقائنا بان مدواناتهم اتقفلت. فالموضوع الموضوع بقى مؤرد جدا ومنتشر. وكان لازم نتكلم فيه آآ باستفادة لانه طبعا كل الناس بتقول تجي تكلمها تقول لك انت بقول له انت مخالف آآ في محتوىك يقول لي لا. طب ايه الفايصل بقى اللي اكد لك انت مخالف ولا مش مخالف ايه الفيديو ده ان شاء الله والمقالة اللي هسيبها لك في الوصف تحت الفيديو. في نهاية الحلقة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.